خنائة صلاة الفجر بين الشيخ خالد الجندي والشيخ او الدكتور سعد الدين الهلالي اعتاد الدكتور سعد الدين الهلالي ان يخرج مع عمر اديب وان تكون حلقاته مسيرة للجدل ومسيرة لبعض المتشددين المهم ان هو كان اتكلم في اخر حلقة عن موضوع صلاة الفجر ووجوبها او عدم وجوبها وراح راضد عليه خالد الجندي نشوف خالد الجندي قال ايه ونشوف سعد الدين الهلالي قال ايه طبعا خالد الجندي يواجه رسالة لسعد الدين الهلالي بالخصوص فتوى الفجر ده عنوان في المصر اليوم وفي التفاصيل علق الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية على فتوى منسوبة للدكتور سعد الدين الهلالي وهي ان اللي بيصلي الفجر مثل من يصلي الصبح الصبح طبعا اللي هو ايه يعني الشروق جيه عليه وصلى عادي صبح يعني يعني هي نفس الصلاة بس بتتسمى اللي بيصليها في وقتها بتتسمى فجر واللي بيصليها بعد الشروق بتتسمى صلاة الصبح. اه طيب اه بيقول اه خالد الجندي اه ايه زي بعض لا يجوز اطلاق الحديث للعوام دون توضيح يعني ده بتكلم انك انت متكلمش العوام كده وتقول لهم ان صلاة الفجر زي صلاة الصبح معنا كلامه انت بتضيع ان احنا بنقوله اه ده يحدث فتنة فالدكتور سعد عالم كبير يعني بيحاول خالد الجندي يديله اه التبجيل بس بعد كم ينتقد يعني اه عالم كبير كلامه بالجرام فاهم بيقول ايه انما الناس اللي بتستقبل المعلومة لازم تتروى وتفهم الموضوع ويسأل اهل الزكر يعني يقصد الشوخ يعني والعالم عليه واجب ان لا يقول كلاما يحمل واجهين وبالتالي الناس تصب الفتنة وتحدث بلبلة وقال الجندي اه خلال برنامج لعلهم يفقهون على فضائي الدي امي سي الاربع اللي هو احنا النهاردة الجمعة الصبح يا دكتور سعد الناس ما فهمتش اصدك ايه من فتواك يعني المفروض لما حد يقول لك الاتنين زي بعض تقول لي في ايه يعني زي بعض في ايه بالزبط ايه وقع تاخد كلامي مصدق لازم تسأل يعني اجي او اقول لك الزهب مثل التراب تقول لي في ايه ازاي ده زي ده يعني عايز يقول الزهب يعني وكانه يقول يعني صلات الفجر زي الدهب وصلاة الصبح زي التراب يعني اا اقول لك او يعني بيدرب مثل اقول لك الانسان زي الحيوان لازم تقول لي في ايه نشوف الصفات والحاجات المتطبقة وغير المتطبقة وقال بقى كلام سعد الهلالي وستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر قال ان صلات الفجر لها سوابها لافتا ان من صلها في الصبح كمن صلها في الفجر مشيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الصلاة وجب عليه ان يصليها اذا استيقظ وان الله وعز وجل قال حافظه على الصلاة الصلاة الوسطى وكان اولى ان يقول حافظه على صلات الفجر طبعا موضوع الصلاة الوسطى ده في خلاف كبير جدا بين العلماء لان محدش قادر يحدد ايه هي الصلاة الوسطى ليه يقول لك العصر يقول لك الفجر يقول لك العيشة جات على كل الصلاوات وتثابت كده ايه اا في المطلق يعني واستشهد سعد الهلالي خلال حديثه مع الاعلامي عمر اديب في برنامج الحكاية عبر قناة م بي سي مصر بما روى في حديث ابي سعيد اسمع بقى لحديثه نركز هي شوية حينما جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي صفوان ابن المعطل يضربني خلي بالكم صفوان ابن المعطل ده كان اا المتهم في حدث الافك لان هو كان صفوان ابن المعطل اا بيجي خلف القافلة اعتدى على القافلة العربية ان فيه واحد خلف القافلة عصاية واقعت من حد سيف درع بردعة بتاع يعني اي حاجة يلمل ايه الحاجات اللي واقعة من القافلة لان كل فوق واحد فوق جمل مش فاضي ينزل يدور على العصاية ولا على العباية بتاقي الغطرة بتاعته واقعت ولا كلام منه. وطبعا صفوان ابن المعطل عمر كده في غزو البدن المصطلق وكانت السيدة عائشة اا العقد بتاعها فقدته كتراحة تقضي حاجتها وبعدين اا لما راجعت الهودج بتاعها اا اا فقدته فطبعا الناس اللي هم ماشيين مع الهودج يعني يفتكروا انها جوه الهودج اللي وفوق الجمل فخالوا الجمل يقوم وماشوا ومتخيلين ان السيدة عائشة داخله نايمة ولا حاجة طبعا اا صفوان ابن المعطل وهو جاي فلاقى السيدة عائشة فاخدها اا معاه ودخل بها المدينة فالمنافخهم بدأ يتحدثوا صفوان ابن المعطل سيدة عائشة اا يعني احدث مشهور احدث شهره واحدين ايه القرآن نزل يبرق السيدة عائشة المهم ده صفوان ابن المعطل ايه بقى اللي بيحصل جات مراته تشتكر الرسول ان زوج يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صنت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بيعمل ثلاث مصايب سودة لو صليت يضربني ولو صمت بيفطرني ومصليش الفجر اللي بعد تطلع الشمس قال وصفوان عنده كان ساعتها صفوان قاعد في القاعدة قال فسأله عما قالت قال له يا صفوان الست بتقول كلام كهم جدا بتصلي بتضربها وبعدين تصم بتفطرها وبعدين ما بتصليش الفجر وكلام من ده فقال يا رسول الله اما قولها يضربني اذا صليت فانها تقرأ بصورتين وقد دهيتها فقال لو كانت صورة واحدة لكافة الناس يعني ممكن ترى مسلا سورة مسلا البلد وصورة الشمس مسلا فقال لك يعني كفاية صورة واحدة بتطويش او الصلاة كده يعني كفاية صورة واحدة فهو كان بيضربها يعني يعني برضو استغرب ان هي عشان بتصلي بصورتين فكان بيضربها مع على فكرة ناس كتير جدا يعني يعني اكتر من مرة هما في صراط الواتر دايما في 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 الرمضان انه يقرى المعوزتين وقلوا والله احد في رقع واحدة يعني حيان يعني اه واما قولها يفترني فانها تنطلق فتصوم انا رجل شاب فلا اصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اذن لا تصوم امرأة الا بازن زوجها يعني عايز يقول انها بتصوم وانا عندي ويعني صنة يعني مش مش هو الفرض بتاع رمضان وانا شاب يعني وعندي يعني اه يعني احتياجات يعني عاطفية او جنسية فعاي يعني عايزها يعني معنى اصحة وهي بتصلي بصيمها فلا بفطرها بفطرها عشان ترضي يعني رغباته الجنسية فا اه فالرسول قال ما فيش واحدة تصوم اللي بإذن زوجها يعني قال لك ده السبب الحادثة دي ان هو قال ما حد فيش واحدة تصوم اللي بإذن زوجها اه فا اه الحاجة التالتة بقى وانا قولوها اني لا اصلي حتى تطلع الشمس بها دي قضية ايه قضية الخناء بتاعة تسعد الهلالي وايه واخد الجندي فانا اهل بيت قد عرف لنا زاكة لانا كانوا نستيقظ حتى تطلع الشمس قال انا سلو بلدنا او سلو القبيلة بتاعتنا ما فيش حاجة اسمها نصحف بالليل دي الواحد ياخد النومة المحترمة فيصحى الصبح مش هنصحالها في نص الليل عشان نصلي فانا اهل بيت قد عرف لنا زاك لانا كانوا نستيقظوا حتى تطلع الشمس عايز ناخد النومة كاملة مش متقطعة فانا رسول قال له ما انكرش عليه حتى تطلع الشمس فانا اهل بيت قد عرف لنا زاك لانا كانوا نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فانا رسول اجاز الموضوع وعطى رخصة واكمل سعد الدين الهلالي من تفوته صلاة وهناك اسباب اخرته عن الصلاة فلا شيء عليه ومن يجاهد لاداء صلاة الفجر ليس فردا ولكنه سنة لان الجهاد سنة جميع الصلاة لها فضل ومن يصل الفجر كمان يصل للصبح في السواب طالما وجده رخصة ان الله يحب ان تقتى رخصه كما يحب ان تقتى ان تكتنى بعزائمه ومن يصلي بعد طروع الشمس برخصة النوم يعني اعتبر من النوم رخصة هنا بيقول لك كما يحب ان تكتنى بعزائمه انا كنت قريطها من كده تقتى عزائمه يعني تقتى الرخص وتقتى عزائم انما هنا بيقولك تجتنى بالعزاء يعني انت ايه مفضل هنا الرخصة اه ساعد الهلال طبعا اه يعني الشيء بالشيء يذكر كان في حدسة برضو اه شهيرة حديث شهير ان عمر بن الخطاب لقى هشام بن حكيم بيصلي بصورة الفرقان وبعد الرواية ما قالتش الصلاة وبعد الرواية قالت انها قد صارت الفجر الشاد في الموضوع انه هو لقى بيقى رسولة الفرقان مش زي ما الرسول كان بيقولها لهم فقال كنت حمسكوا يعني نعم ولكن ايه يعني تعجلت يعني ما حبيتش اتعجل اسبته يكمل الصلاة وكلام من ده واخذوا من ردائه يعني زي يعني جرجروا للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ده بيقرى يا رسول الله الفرقان مش زي ما احنا بنقراها قال له اقول يا هشام اللي هو هشام بن حكيم فقرى الفرقان قال له هكذا انزلت قال له اقرى يا عمر ارى عمر قال له هكذا انزلت وفكت بقى ان القران على سبعة احر مش هدي قضيتنا الفرقان والقرآن وكلام من ده انما قضيتنا ان هما كانوا بيصالوا والرسول ما كانش موجود يعني هما يعني بعد ما خلصوا الصلاة راحوا له راحوا له رسول يبقى رسول ما راحش يصالي الجماعة لان حتى لو رسول كان بيصالي الجماعة كان اكيد هو اللي حيقوم مش هيشام بن حكيم اللي حي ايه اه حيقوم وزي ما قلنا في بعض الروايات انها كانت صارت الفجر الشات في الموضوع ايه الشات في الموضوع طبعا اللي صلي الفجر ده حاجة جميلة جدا بالعكس ان زي ما كنت وصلي الفجر بس كنا بقى في اجازة والصيف والناس يعني ما كانش عندنا يعني التزامات للصبح فكنا نصلي الفجر ساعات ونقعد شوية لغاية الشروع ممكن نقرأ القرآن او حاجة وبعدين نطلع نمشي الهوة بتاع الصبح بألكسوجين فيه اه كتير وبيقال انه بقى فيه غاز اليود ان هو ده بيقول لك بيعتطاقة للجسم وان هو بيخليه حيوي اثناء طول ايه النهار وكنا بقى نتمشى وبتاع وممكن نروح نفتر بعد كده وبعدين نروح ننام ما ورناش حاجة بعد ما اخلص الفيلم ده نروح ننام النقطة التانية عن صارت الفجر متغيرة الساعات يعني حتى الساعة البيولوجية ساعات مسلا الناس مع الوقت مع مع التكرار انه مسلا شغله الساعة سبعة او او عنده موصلات فبيسحل الساعة ستة فتلاقي تلقائي من غير منبه من غير ما اي حد صحي هو ساعة ستة بيسحل المشكلة في صارت الفجر ده متغيرة تبقى تلاتة تبقى اربعة تبقى خمسة تبقى ستة بتتحرك فحتى الساعة البيولوجية ما هتعرفش ايه تزبط اوي مع صارت ايه الفجر النقطة التالتة انه هو احيانا الشخص اللي هو بيشتغل يعني بيسحل ستة الصبح يذهب يركب الموصلات يبدأ شغله تمانية يرجع اربعة ولا خمسة ولا ستة يركب منهك وهو بيبقى محتاج فعلا انه هو بينام عشر او احداشر او اتناشر فعايز ينام من اتناشر لدخاء ستة يعني ينام ستة ساعات دول متواصلين عشان يعرف يكمل اليوم لانه هو فيش مساحة انه هو ينام قيلولة زبط عزمان يعني الدنيا فيها ريحية شوية لا الناس مضغوطة في الشغل فبيبقى ايه محتاج لطاقة الجسم انه هو ينام ستة ساعات اه مكتابلين لو هو بقى ساعة ساعة تلاتة شيء جيد طبعا ما حدش قال انه هو حاجة مش كويسة بس هو لو لو دي هتأثر على يومه وان هو يكون منهك في العمل وان هو عمالي يسقط وينام في اثناء العمل وان تركيزه اضعف من اللازم لان اللازم تقتل النوم دي الجهاز العصبي ايه استريح فهو اعتبر النوم رخصة وده فعلا رخصة المشكلة للشجوخ بقى انه بيحاول يعني يعني يقول للناس دايما الاشد والاقصى وما تصفقش على التلفزيون واغد البصر مش عارف ما تشوفش اي حاجة والحكاية والصفات الجماعة كلها تصدق جماعة وكله فرد 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 بيرحيس الناس احيانا ترهق ترهق ويبقى الموضوع صعب عليهم حتى جمع الصلاوات ما الرسول عليه الصلاة والسلام مرة جمع بلا ايه بلا عزر بلا صفر وبلا عزر وبلا اي حاجة بحيس ان دي روصل للناس انت الوقت في الشغل ولبس شراب ولبس جزمة وفعمل فيه تعامل مع موظفين ومكتش لابس على وضوء فعشان تقلع بقى الشراب والجزمة وتتوضى هتتبهدل يعني احيانا يعني فالموضوع ما فوش يرهق لما ترهوا واحد بجمع الصلاوات او 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 ادارت تصلي في نص دهر صلي في نص يعني موضوع يبقى دايما الرخص لو قالك تجتنى بالعزائم اه سعد الهيال اللي ما عارش ما ده ساحة تنسيش قاولة ولكن دايما ان تأخذوا ان حتى على فكرة عثمان بن عفان لما حطوه تلتاشر تهمة في اه وهم بيقولوله يعني انزع الخلافة بتولي اقربائك وكذا 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 من ضمنها قالوا يصلي قصر وكان عثمان بيبرر ان هو الحتة اللي هما صلوا فيها حذرة اللي هما صلوا فيها قصر وهو صلى مكتمل قال دي كان بلد والدتي خلاني هناك يعني فهو ما اعتبرش ان هو ايه غريب بحيث ان هو يصلي ايه اه قصر فصلى الصلة مكتملة اه فالمشكلة ارهق الناس اه بالعزائم دايما زي ما الشيخ بيحبه بحيث ان هو الشخص يبقى تحت السيطرة ويجي صلي الفجر والدهر والعصر والمغرب والعيشة جماعة فشايفينه فكل يوم بيلقوا عليه العزات وعلى اسماعه التوصيات فبيصبح اسير يعني لايه الشيخ او الزعيم او الامير او المسؤول او اين كانت المناصب اللي هما بيدوها لنفسوه المهم احيانا الانسان وانا شفت الكلام ده كتير جدا احسانا الانسان تقتو بتنفذ فانما تقتو تنفذ بازال يعني بينقلب مية وتمين درجة وانا شفتها في الناس كتير بعد ما كان كده ويعني ملتزم وصلاة الجماعة وطبعا بقى بيربي اللحيزة بيقولوله وحف الشوارب وماعرفش والحكاية وصلي ازاي وعمل ازاي وكلام من ده فجأة راحوا راحين حناحة التانية خبور ونساء وانفلات وكل هزي الامور فانا قصدي المواضيع يعني حتى هما كانوا يعلمونه يقولك ما تمسكش قوي كده كده ان انت ممكن انتم عامل كده خالص انما اعمل كده اعمل كده يعني ايه بنروح بنروح على نفسك شوية النقطة التانية اللي هو الضغط على الناس واحساسهم بتقنيب الضمير وانا بشوفها في ناس يعني متدينين كتير جدا منهم يعني ناس في العائلة يعني انه لو ما صداش الفجر يبقى ايه صاحي متنكد ومضغوط وانه هو ارتكب زنبي كبير وانه طول يومه حاس انه حيبقى يومه كله سوء فانه هو انت ما تخلد يومك حيبقى سوء حيبقى سوء اصلا انت داخل ده طالع اليوم بطاقة سلبية ليه ايه ما صداش الفجر ويقولك بقى الصلاح حاضر مش عارف بعد المغرب بتلتي ساعة مش عارف كزا فالناس بتنضغط وبتنضغط وبتحس بتقنيب الضمير وتقنيب الضمير ده لما رضغط على نفس الانسان اه فترة طويلة بيروح بقى من فجر خالص يقولك بقى ما هي بايزة بايزة ما حداخلين جهنم داخلين جهنم يبقى بقى بالمرة ايه الواحد يعيش حياته ويشوف له يومين ما هي بايزة بايزة فما تحسسش ناس بكده حسس ناس دايما اه تقوله دايما لا اسهل تقوله دايما الرخص اجمع الصلاة لو ما قدرتش برضو اظن الهلالي في الحلقة دي قال لهم صلوا بالمولوكير ايوة دراية هتحطوا المولوكير بقى تلات ايام فعشان تشيروا 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 وهي عايزة يعني الانسة عايزة تصدق تسعوا انها انسة في بيتها وفي الخارج وفي كزا وفي كزا وفي كزا فأنا مرة مزيعة وبتاعك يعني حصل كلام في الفاصل فقلت لها سيك منهم يعني حطي منوكير وصلي عادي يعني تقضي ايه المشكلة اصلا ده الوضوع كده موضوع معناوي يعني ان انت ايه بتغسل ايديك وتغسل وشك وتحس بالنظارة يعني انما بقى منوكير ومش منوكير وتشيروا منوكير بالمزيل وتحطيه تاني بعد كله صلاة ازاي يعني فقلت لها مش هتصلي يعني المرأة الانسة حتى منوكير ويعني بقى مكلف دلوقتي مع الاسعار الغالية ومع الغلاء فعشان تشيروا وتحطوا تشيروا وتحطوا او انها بتحطوش خالص وتشعر انها مش مكتبلة قدام جزها وقدام حتى الخارج فبتنزعج فما بتصليش لأ طبعا يعني ما تصليش ولا تصلي بالموكير وبعدين ايه الموكير يعني ده موضوع حاجة على الازافة الموضوع يعني الدين مش كده وربنا بيحسبش الناس بالايه بالطريقة اللي هو ما بيعملوها للشيوخ دي حساب الشيوخ مش حساب ربنا حساب ربنا اكسر على النية وعلى العمل الصالح وعلى اه تعاملك مع الناس وعلى اه يعني حيويتك في الحياة وفعليتك ربنا كده مش منوكير ومش منوكير ولا فنقصدي ايه اه ده تعليقا على اه موضوع التشدد وايه المفروض ان انسان يكون اكسر اه ترخصا وايه اكسر اه سهولة مع الناس وتيسير الدين على الناس لن يشد دين احدا الا غلبة ده الايه الحديث يعني قال لك خدوا الدين بالرفق ولن يشد دين احدا ايه الا ايه الا غلبة فما تحاولش تشد مع الموضوع وخليك اكسر يسر وضع موضوع حريطة النهاردة لعقبك الفيديو شير واشتراك في القيامة واشترك ولايك الفيديو عشان يصي لعضل اكبر من الناس شكرا جزيلا نكمل في حلقات لاحق موسيقى 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 اشتركوا في القناة